بالأرقام والتفاصيل انتهاكات ميليشيات الحوث في حق اليمنيين على طاولة مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين التقرير أعده التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وثق أكثر من ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسين حالة اعتقال وإخفاء قصر ارتكبها المتمردون الحوثيون خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 الحوثيون لم يتورعوا عن ارتكاب اعتقالات بحق الأطفال والنساء فشملت حملات التوقيف اثنين وأربعين طفلا وثلاثة وعشرين مرأة كما طالت الاعتقالات مائتين وثلاثين سياسيا وناشطا حزبيا وفئات واسعة أخرى من الشعب اليمني من عسكريين وأعلاميين وأكاديميين وحتى طلبة كما وثق التقرير حالات اخفاء قصري أخرى أيضا في حق ثماني نساء وستة أطفال وأيضا أربعين سياسيا وناشطا حزبيا وسبعة اعلاميين بالإضافة إلى فئات أخرى محافظة صنعاء مشاهدينا التي ترزح تحت سيطرة ميليشيات الحوثي شهدت النصيب الأكبر من الانتهاكات الحوثية حيث بلغ عدد المعتقالين فيها أكثر من 150 شخصا خلال الستة أشهر الأولى دائما من هذا العام تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان اعتبر الاعتقالات والإخفاءات القصرية انكارا لمقاصد مثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطرا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط سعيا للإفراج عن المعتقالين والمختفين قصرا كما طالب التقرير بتخصيص فريق يعمل على زيارة المعتقالين وتحسين ظروف اعتقالهم فضلا عن مطالبة ميليشيات الحوثي بالكشف عن أماكن احتجاز المختفين قصرا والإفراج الفوري عنهم كلها مطالب تؤكد مسئولية المجتمع الدولي في العمل على وقف انتهاكات الحوثيين المتزايدة بحق أبناء الشعب اليمنى المستمرة حتى الساعة مشاهدينها انتهاكات الحوثيين في اليمن ملف قديم وجديد في الوقت عينونا